موسيقى السيدات والسادة مساء الخير في البداية كان المسرح كان على مدى تاريخ الإبداع لمصري دائما في مقدمة الفنون مصدرا للمتعة ومدرسة للفن الراقي من جورج عبيض ويوسف وهبي إلى عزيز عيد ونجيب الرحاني ومونيرة المهدية وفاطمة رجدي وروز اليوسف ثم جاءت الستينيات وسبعينيات ليحمل كتاب ومخرجون كبار مهمة ثقافية وعطنية كبيرة مهمة نشر التنوير والمعرفة وقيم العدل والحرية وامتلأت صلاة المسارح بجمهور يشاهد أعمال يوسف إدريس ونعمان عشور لطفي الخولي نجيب سرور سعد الدين وهبة ألف رد فرج عبد الرحمن الشرقاوي صلاح عبد الصبور وعلي سالم وكان معهم مخرجون كبار سعد أردش، علي زرقاني، نبيل الألفي، كرم طوع، أحمد عبد الحليم، سمير العصفوري وغيرهم خرج المسرح من أسوار العاصمة وذهب للريف والصعيد عايش هموم المجتمع وناقش قضاياه في تلك الأيام كتب المسرح تاريخاً فأين نحن من هذا التاريخ؟ ماذا جرى للمسرح المصري؟ لماذا انصرف عنه جمهوره؟ هل فقد المسرح بريقه أم فقد البصلة؟ معنا اليوم مبدع مسرحي كبير عصر مشكلات المسرح وهموم المسرحيين لفترة طويلة مبدع قدم للمسرح والدراما المصرية أعمال اجتماعية وتاريخية بارزة نسأله هل المسرح المصري في أزمة؟ هل الأزمة في الفكر والمضمون أم في الإمكانيات؟ حديثنا اليوم من مصر عن المسرح كيف تعود الروح للمسرح المصري وكيف يعود لدوره في صناعة الوعي ونشر المتعة والذوق الفاني في المجتمع أهلا بكم الكاتب المصرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني من دراسة الفلسفة إلى خشبة المصرح ممثلا ومؤلفا وأكاديميا ومسؤولا درس الفلسفة وعلم النفس في جامعة القاهرة ثم عمل بالتدريس لفترة قصيرة قبل أن ينتقل مديرا للفرق القومية المصرحية وتتواصل رحلة أبو العلا السلاموني بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئاسة تحرير سلسلة نصوص مصرحية إلى عضوية اللجنة الدائمة للمصرح بالمجلس الأعلى للثقافة واللجنة العليا للمهرجان القومي للمصرح ولجنة اختيار مدير فرق البيت الفني للمصرح المصري رأس السلاموني لجان التحكيم في العديد من مهرجانات المسارح المصرية والعربية وحصل المصرحي الكبير على جوائز وأوسمة رفيعة لدوره الرائد في الحركة المصرحية ومنها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب ووسام الدولة في العلوم وعزة الدولة في التفوق كما نالت أعماله على جوائز دولية من منظمة الإليسكو ومهرجان كارتاج وميدالية ذهبية على المسلسل نصر الشرق صلاح الدين الذي أخرجه حسام الدين مصطفى وعرضت له أكثر من ثلاثين مصرحية على جميع مسارح مصر وشارك في إخراجها كبار المخرجين ومنهم عبد الرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم طاوع وجلال الشرقاوي كما كتب للمصرح الخاص والمصرح الاستعراضي وكانت له تجربة رائدة في المصرح المدرسي حيث قام بتحويل بعض المناهج إلى أعمال مصرحية وللسلموني بصمة بارزة في الدراما التلفزيونية الاجتماعية والتاريخية ومنها البحيرات المرة الحب في عصر الجفاف صفقات ممنوعة رسالة خطرة أحلام مصروقة الورثة المتاهة قصة مدينة حكاية بلا بداية ولا نهاية اللص والكلاب كفر الجنون الفراشات تحترق دائما نصر الشرق صلاح الدين زهرة اليسمين محمد علي باشا سنوات الحب والملح والمصر أفندي أستاذ أبو العلاس سلموني أهلا وسهلا بحضرتك معنا سهلا والحقيقة إحنا طبعا يعني عايزين نبتجي معاك من الصغر أنت دوميانتي ومن البداية كنت مهتم جدا جدا بعالم المصرح وانت في المدرسة وكان معاك المرحوم الأستاذ يوسري الجندي كنت زميل تمام وكان لكو تجربة الحقيقة في راس البر ممكن يعني نعرفه علاقتنا بالمصرح أنا ويوسري الجندي تعود لسن العاشرة وحنا في ابتدائي مدرس اللغة العربية قال لنا أنا عايز تعمله مصرحية عرض علينا رأيي أنه إحنا اللي نعمل مصرحية مش هو اللي يقدم لنا مصرحية قال لنا فيه جريمة أتل وعايزين نوزع الأدوار أنت تاخد دور وكيل النيابة أو المحقق وانت كاتب الجلسة وانت المتهم وانت الضابط ووزع علينا الأدوار وقال لنا تكلمه سابنا إحنا نقلف ونعمل الأدوار اللي يعبر عن هذا يعني أطفال يكتبوا نص مصرحي أطفال يكتبوا نص مصرحي شفاهة مش كتابة شفاهة دي كانت البداية في الحقيقة اللي خلقت فينا وربما هو ممكن ده السبب فيها خلقت فينا أنا والصديق يوسري الجندي وكان معايا في نفس المصرحية ده خلنا كمان نعمل مصرحية في آخر السنة إسلام عمر أنا خدت دور عمر بن الخطاب وخارج علشان ينتقم من المسلمين فيقولوا له وانت جاي تنتقم من مين ما تشوفه أختك اللي أسلمت وانت ما تعرفش ورجع كان خباب ابن القرط اللي هو كان بيعلمها الدين وبيعلمها الإسلام عرضت عليه الآية الصورة بتاعة طه فدي اللي كانت البداية اللي خلت إسلام عمر يعني معنى كده أنه اهتمامكم بالمصرح كان مبكر جدا وده يمكن كمان يعني بدينا لمحة كده عن كيف تؤثر المدرسة والمدرس في توجه شخص طول عمره ما هو المصرح في الأساس تربية وبيه ربي حقيقي يعني ما هوش مجرد لعبة مسرحية لا ما هوش لعبة هو شكله لعبة لكن هو في نوع من أنواع التربية ونوع من أنواع الرسالة ونوع من أنواع الحوار اللي بيعلم كمان بيعلم كيف تتقبل الرأي الآخر ما هو المصرح قائم على حوار توفيق الحكيم قال في كتابه وزارة العمر أن أنا أعد أقرأ المصرح العالمي علشان أدخل الحوار في الثقافة العربية تلاتين سنة من عمره وهو بيحاول ينفذ هذا المشروع أنه ينجز ما يقرب من تلات تلاف سنة مصرح في تلاتين سنة من عمره طب حديك شايف مع الأذيب الكبير توفيق الحكيم أن فكرة الحوار الحوار ليست في الثقافة العربية بالضبط مش موجود في الثقافة العربية وعشان كده طب كيف يكون هناك رأي ورأي آخر ده ما كانش موجود بشكل يعني شائع لكن بشكل ممكن نقول نسبي بشكل يعني نادر لكن الحوار وده هو ده أساس البصرح صحيح والحوار هو احترام الآخر ولذلك يعني ظاهرة التطرف منتشر عندنا نتيجة عدم احترام الحوار رأي الآخر ورأي الآخر ما هو الحوار عبارة عن إيه رأي ورأي آخر وتبادل ديالكتيك أو جدل ما بين الطرفين أو عدة أطراف فتقبل الآراء التطرف بينشع بالنتيجة إيه أنه هو لا يقبل الرأي الآخر يعني لا يقبل الحوار وده فعلا الحقيقة وجهة نظر مهمة جدا جدا يعني إن انتشر فن المسرح وأقبل عليه الناس ربما نتعلم أنه هناك رأي آخر قد يخلفنا تماما يعني ما هو ده احنا بنقول أن المسرح من وسائل الوعي اللي الجمهورية الجديدة بتدعو إليها يعني الرئيس قال أن الوعي هو قضية مصر حاليا وقضية الجمهورية الجديدة الوعي والوعي لن يأتي إلا بالثقافة ومن أهمها الحوار اللي هو في المسرح فحينما نتعلم الحوار واحترام الآخر هنا بنقضي على مسألة الرأي الآخر أو الحقيقة المطلقة لأن الرأي الآخر عند المتطرفين هو حقيقة مطلقة لا تقبل الجدال غير قابلة للنقاش ولا تقبل النقاش فإذا قبلت النقاش يبقى إحنا دخلنا في مسألة وصول إلى نتائج علمية صحيحة إنما اللي حاصل دلوقتي إنه الطرف الآخر اللي هو الطرف المتطرفين ودي مشكلتنا معهم أن هم لا يقبلوا الحوار فالمسرح أساسه هو الحوار وبالتالي إحنا لما نستخدم المسرح للتربية سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الشباب أو في التجمعات أو النوادي كأننا علمنا الناس كيف يحترموا الرأي والرأي الآخر ويتحوروا ومن هنا قضية المسرح قضية أساسية في المجتمع حريك قلت أن قضية المسرح هي قضية وعي قضية وعي طيب يعني برضو أنا هرجع لشيء لطيف لكنه برضو له معنى كونت مع الأستاذ يوسري الجندي فرقة مسرحية أيضا في سن مبكرة جدا جدا نحن اتخرجنا من معهد المعلمين العام يعني نحن كنا في المرحلة الابترئية مع بعض ونتيجة ظروفنا الاجتماعية المتواضعة فما دخل ناس لا إعدادي ولا سنوي دخلنا معهد المعلمين اللي هو بعد الابتدائية من خمس سنوات نخرج بعدها مدرسين وبالتالي نقدر نتولى مسؤولياتنا الاجتماعية يعني أنا شخصيا والدي كان متوفي ومسؤولياتي الاجتماعية تقتضي أن أنا أقتصر في التعليم بس أنا بعدها وصلت التعليمي المنزلي يعني خدت الإعدادية وخدت السنوية وخدت الجامعة كله وأنا مدرس في المرحلة الابتدائية في ضمياط لما تخرجنا سنة تسعة وخمسين المدرس اللي كان قال لنا أعملوا مسرحية وألفوا يا أولاد هو كان النقيب بتاع الرابطة رابطة التعليم الابتدائي فقال لنا تعالوا عندي في الربطة وكننا أعضاء في الربطة باعتبرنا مدرسين وعملوا اللي بسرح ومنحنا 500 جنيه في هذا الزمن مبلغ كبير مبلغ ضخم ماذا فعلتم في الحقيقة فيوسر الجندي قال ل في مسرحية بيتناول فيها قضية مهمة جدا قضية إيه وأنا كان في الفترة دي فترة الثورة الجزائرية فبيكلم عن كيف يواجه الغرب الشرق في مسألة قضية الجزائر وضرورة حرية الجزائريين والوصول إلى الاستقلال فتناول هذه القضية بس من وجهة انتظر الفرنسية بشخصيات فرنسية يعني عمل مصرحية وكأنها مؤلفة من قبل الفرنسيين كاتب فرنسي كانت اسمها الشمس وصحراء وعرضتوها في حتى الاسم نفسه في رأس البر في رأس البر قدمناه على مسرح الجمهورية اللي هو كان يملكها واحد اسمه البيون بس كان نتيجتها ليس كما توقعته هو طبعا احنا بنقول مكتبين في البامفلت اللي كتبناه المسرح التجريبي يقدم مسرحية الثقر ورحلة العزاب طب كلمة المسرح التجريبي انتو بتكرتوها لان اعتقد انها كانت اول مرة تستخدم في مصر لا لان احنا واحنا قراءتنا في المسرح اكتشفنا ان هناك اتجاهات جديدة ايو ده كان في الوقت ده مثلا المسرح الوجودي المسرح العبسي وانواع كثيرة جدا من الكتاب اللي كانوا بيعملوا في الغرب بيقلفوا وبيقدموا قضايا ونظريات جديدة في المسرح وقدمتوا المسرحية انها مصرح تجريبي احنا مش اقل منهم احنا لنا مصرح برضو ونقدر نستوعب هذا المصرح الغربي ونقدم مصرحنا من وجهة نظرنا وقدمناه فعلا العرض وكان طبعا الجمهور قاعد مسهب عرض باللغة العربية الفصحى وشخصية اجنبية وموضوع فكري نظري بيتناول قضايا الشرق والغرب ومواجهة الاستعمار وكيف نحقق الاستقلال للشعب الجزائري كانت النتيجة ان احنا فشلنا في هذا العرض بس كان هذا العرض ادى الى نتائج ايجابية بالنسبة لنا شخصيا اتعلمتوا منه ايه ان احنا نتجه الى الشعب ونقول الشعب هو اللي بنقدم له المصرح احنا بنقدمش لناس مجهولين مجرد مصطفين او ناس جايين يتفرجوا بشكل عام لا احنا بنتوجه دي جمهور معين وهو الجمهور الشعبي ومن هنا اتجاهنا للتراث الشعبي ايو التراث التراث وبالتالي هنجد ان يسر الجندي مثلا اتجاه الى السيارة الشعبية ايو كتب فيها كتير السيارة الشعبية انا كتبت فيه الحكايات الشعبية والتراث الشعبي بشكل عام وكل ما يتصل بالتراث الشعبي انا اشتغلت فيه سواء المحبزاتية او السامر الشعبي او الخيال الضل او يعني كل ما يتصل بالمفردات الشعبية احنا عملناها في الحقيقة ولذلك احنا بنعتبر نفسنا انا ويسري والجيل بتاعنا جيل تالت للجيلين السابقين اللي هو جيل الرواد ايه وجيل الستينيات فاحنا الجيل التالت اللي جاء بعده لا وحضرتك كمان يعني يمكن دلوقتي بتقول شيء يعني نتعلم منه انه التجارب الاولى ممكن نتعلم منها يعني لا تحبطنا بل بالعكس لا طبعا لسفعنا الى مزيد من النجاح والاختيار في الحياة صحيح ودي برضو دعوة للشباب ايه انه ممارسة التجربة مهم جدا بكل نتائجها السلبية والايجابية ايه بالتأكيد السلبي بيؤكد للجانب الايجابي ايضا يعني انا في اعتقادي انه كل ما يواجه الانسان جوانب سلبية يستطيع ان يكتشف الجوانب الايجابية ايه لانه لن يكتشفها الا من خلال التجربة ايه فده اللي حصل فعلا بالنسبة لنا طيب انا برضو اعلم ان حضرتك يعني شديد الاعجاب بكاتب مصرحي كبير جدا جدا هو اساس توفيق الحكيم طبعا لماذا توفيق الحكيم توفيق الحكيم هو اعتبر مؤسس النص المصرحي المصري والعربي حقيقة هو كان له تجارب في الاول خالص في العشرينات والثلاتينات وقدمها يعني قدم علي بابا والزمار وكلها كان التراث شعبي وما كانش بيكتب اسمه عليها نتيجة انه والده بيستنكر والمجتمع في فترتها بيستنكر ان المثقفين يشتغلوا مصرح لانه شايفين ان المصرح ده شغل الرعاع والدهماء والحرفيش وما الى ذلك فكان هو بيرفو بالنكتب اسمه بعدين هو عايز يأكد ان الكاتب المصرحي كاتب محترم فكتب اهل الكهف وكتب المصرحيات اللي جات بعد كده وقال عليها مصرحيات زهنية هي ما هي زهنية ولا حاجة بس هو كان نتيجة احباطه في عرض اهل الكهف زي تجربتنا احنا تجربتنا اللي في الشمس وصحراء الجليل احباطتنا بس التجربة اللي عملت عملت له جزء من الاحباط لما فشلت اهل الكهف في المصرح القومي ودي فعلا لم يتقبلها الجمهور فبدأ يقول انا بكتب مصرح زهني ادعاءا بس هو فعلا بيكتب مصرح حقيقي والدليل على هذا ان مصرحياته اللي اتعملت بعد كده نجحت نجاح باهر ونجح كبير جدا واسس لي النص المصرحي ويعتبر استاذ المصرح في مصر وفي العالم العربي وبالتالي كلنا تعلمنا منه لانه فعلا هو تاريخ المصرح في العالم العربي بشكله وفي مصر ايضا ليس كفنون اخرى المصرح بالذات لا هو المصرح تاريخنا كله لم يعرف المصرح الا في شكله الشعبي اللي هو ايه؟ اللي هو فنون الفرجة اللي موجودة في الاراجوز صندوق الدنيا السيرة الشعبية السامر المحبسطية كل دي فنون شعبية لان المصرح فرجة اساسا بيعتمد على الفرجة لكن المصرح بمفهومه الحديث حتى لم يكن موجودا عندنا من زمان لا مش موجود ما كانش موجود بمفهومه اللي هو الاوروبي يعني لم يكن جزء من التراث المصري ما كانش موجود لكن كان موجود عند الفرعنة ايو على فكرة ايو يعني كان موجود والبعض بيقول انه هو كان موجود في المعابد فقط لا هو ما كانش في المعابد والدليل على هذا ان في برديات ظهرت وقالت ان هناك مصرح شعبي كان موجود في الشوارع بيتعامل للناس مش بيتعامل داخل المعبد كما قال هردوت مثلا هردوت انا شفت المصرح المصري في المعابد مع الفرعنة القدماء الفرعنة لكن في العصر العربي في العصر العربي برضو ما ظهرش الا من خلال الفرجة الشعبية اللي احنا قلنا عليها اللي هي ابن دانيال في خيال الضل او اللي عملها السامر او المحبزتية جماعات اسمها المحبزتية اللي بتعمل احتفاليات شعبية في داخل البيوت او في الشوارع طبعا السبب ايه السبب ان النخبة عندنا النخبة المثقفة على فكرة هي اللي بتتحمل مسئولية عدم وجود المسرع انها لا تحترم الا في نون القول واللغة يعني في نون الشعر والنصر والرسائل والنوادر والحكم وما الى ذلك بس لكن في نون الفرجة لم تحترمها حديدك بتكلم على على اي نخبة وفي اي تاريخ النخبة اللي بتكتب الشعر وكتب النصر في تاريخنا كله التاريخ العربي كله لا يعتبر المسرح له وجود الا اذا كان مسرح شعبي هو اللي موجود مسرح شعبي اللي هو زي ما قلنا الايه فنون الفرجة لكن فنون القول واللغة اللي هو الشعر والنصر والرسائل والحكم والنوادر وكل ده دي فنون قاوي طب بس حضرتك دلوقتي بتتكلم على على التراث او التاريخ العربي ام المصري العربي والمصري لا بنتكلم على التاريخ المصري حاليا حاليا دلوقتي بنتكلم على توفيق الحكيم وعلى زمرة كبيرة جدا لا احنا رجعنا الورا شوية لا يعني نتكلم على المسرح المصري مثلا في القرن نهايات القرن التسعة عشر والقرن العشرين والان دي بدايات المصرح بشكله الاوروبي انما بشكله الشعبي كان موجود زي ما قلنا في فنون الفرجة طب ليه فنون الفرجة ما تطورتش الى مصرح حقيقي زي المصرح الفرنجي او الاوروبي السبب زي ما قلت النخبة كانت بترفضه والدليل على هذا انه محمد طيبور وهو مؤلف مصرحي كان عامل مصرحية قدام السلطان حسين كامل سلطان حسين كامل اتبسط من المصرحية لكن لما عرف ان محمد طيمور بيمثل قال له تعالى ازاي انت ابن احمد باشا طيمور تمثل مع الحرفيش ومع الدهماء وتمثل على اعتبار ان التمثيل يعني مهنة ومنعه من التمثيل وقال له تعالى اشتغل عندي في القصر ومنعه من التمثيل شوفي رغم ان هو اعجب به لكن لو اكتشف ان هو ابن باشا وابن اعيان كان رفض طب حقيقي بتفسر بايه يعني هذا النشاط المصرحي الكبير جدا في مصر في القرن الماضي وبدايته ده نتيجة صورة 19 ده كان عامل مهم جدا لانه التحرر من التراث العثماني وخصوصا انه بعد كده جاء كمال اتاتورك وانهى الخلافة العثمانية وللأسف الشديد كان في بعض المثقفين ما زالوا يؤمنوا بالتراث العثماني وبالخلافة العثمانية لدرجة انه مثلا كان مصطفى كامل كان بيطالب بالعودة للخلافة العثمانية للأسف الشديد يعني ربما لانه كان يعني يريد ان يحارب بيها الانجليز ما هو الاثنين لا احتلال ما هو الاثنين لا احتلال فكانت المسألة هنا مسألة صعبة لكن المثقفين الحقيقيين كانوا عارفين الحكاية دي والدليل على هذا ان الشيخ علي عبد الرازق في 1924 عمل كتابه الاسلام واصول الحكم ورفض تماما الخلافة تماما وقال ان الخلافة ليست اصلا من اصول الدين ولكنها شكل من الاشكال الحكم ممكن بها اي حكم تاني مش مهم الحكم ده ولما جاء اتى تورك شال الخلافة العثمانية تماما يعني من الحاجات اللي حضرتك كلمت عنها في فتر من فترات قلته عن موضوع الخلافة المتتالية في مصر والفتح الاسلامي في مصر لقرون طويلة تماما وهناك من يقول طبعا ان الفتح الاسلامي لمصر حدث مرة واحدة ايام عمرو بن العص كل من جاءوا بعده يعني لا ننكر انهم جاءوا ولهم يعني مطامع في البلد طبعا مؤكد يعني لا ما هو انت حتى لما سليم الاول لما جاه بجيوشه التركية عشان يحتل الشام ومصر طب انت جاي لايه طب دي بلد اسلامي احنا سمينا الفتح العثماني هو غزو عثماني في النهاية لا للأسف شديد كان التاريخ بيكتب انه الفتح العثماني تفتح ايه تفتح دولة مسلمة طب احنا بنقول الفتح بتفتحه لدولة غير مسلمة طب احنا دولة مسلمة يبقى فتح عثماني ازاي لابد انه يعني من جاء مصر لم يكن فقط عشان ينشر الدين الاسلامي الدين الاسلامي حدث مرة واحدة في الفتح الاول مع عمرو بن العص اما من جاء بعدها كانوا دول وكان لهم اطمع سياسية كلها اطمع سياسية مؤكد يعني المسألة الحقيقة عايزة اعادة رؤية ودراسة للتاريخ تمام يعادة كتاب التاريخ المؤرخين لازم يعيدوا كتابة التاريخ من تاني علشان يشوفوا هذه السلبيات واقضوا عليها ويقولوا الإيجابيات صحيح للحوار بقي فاصل قصير نعود بعده لنستكمل رحلة الاستاذ ابو العلا سلموني مع المصرح المصري وكيف يستعيد دوره في صنعة الوعي استاذ ابو العلا السلموني كيف ترى المصرح في مصر الآن؟ يعني هو حاله سيء بصراحة لأن المصرح زي ما قلنا أنه هو أساسه الجدل والحوار وإحنا عندنا قضية مهمة جدا وهي قضية الإرهاب أي هذا المصرح لا يقوم بدوره في هذه المسألة على الإطلاق حتى الآن أنا شخصيا عملت هذا الدور كتبت ما يقرب من عشر مسرحيات عن الإرهاب ومفترض أن المصرح المصري يهتم بهذه المصرحيات جملة المصرحيات لم يظهر منها شيء على خشبة المصرح؟ فيه ظهر بس نادر منها زي مثلا تجربة كرم بطوع دي وان البقر دي كانت عن قضية بتواجه قضايا الإرهاب وديقدمها كرم بطوع لكنها ليست عن إرهاب هذه الأيام لا ده في التسعينيات أي بالزبط التسعينيات يعني من فترة طويلة هل نتكلم على المصرح المصري الآن مصرح المصري عشان يتصلح لازم يكون هناك لجنة قراءة مركزية تطلع على النصوص المصرحية اللي بتقدم على هذا المصرح حتى لا تقدم أعمال لا معنى لها وأعمال بعيدة عن الواقع وبعيدة عن قضايا المكتبع فهذه اللجنة مش موجودة كانت موجودة زمان عندك المصرح القومي مثلا كمصرح قومي مصرح القوم الإنجليزي الولد فيك مثلا عنده مجلس اسمه المجلس الفدي أو مجلس الأعلى للفنون هناك هو اللي بيشرف على هذا الموضوع وهو اللي بيقدم الأعمال بتاعه احنا ما عندناش هذا المجلس للأسف الشديد ده حاليك بالحية بتشير لشيء في منطقة الأهمية يعني لماذا لا يكون هناك لجنة دائمة لمراجعة النصوص المقدمة للمصرح لا لا مفيش مش موجود المفروض فيه مكاتب فنية في كل مصرح للأسف الشديد مفيش فيه مكاتب فنية وإذا كانت فيه مكاتب فنية تبقى من بعض الأصدقاء والأتباع وخلاص ومشي أمورك وخلاص يعني المسألة ما تبقاش بشكل علبي وبشكل مرصود لا مش ده موجود دي حاجة الحاجة التانية المسارح ملاش هوية يعني اللي بيقدم في مصرح الطليعة هو اللي بيقدم في مصرح السلام هو اللي بيقدم في المصرح القومي محدش عارف هوية كل مصرح المصرح القومي لابد أن يقدم الأعمال الكلاسيكية ذات القيمة الفكرية ولكبار الكتاب ده مش موجود بينما مثلا مصرح الإنجليزي شيكسيبير ده دائم موجود عنده على طول نحن عندنا فين توفق الحكيم؟ فين ألفرد فرق؟ فين صلاح عبدالصابور؟ فين محمود دياب؟ مفيش فإذا لابد أن يكون لكل مصرح هوية فالمصرح القومي يقدم الأعمال دي المصرح الحديث يقدم الأعمال الحديثة مفترض كده المصرح الطليعة يقدم الأعمال التجريبية مثلا مسرح الكوميدي مسرح الأطفال مسرح الأطفال يقدم للمصرح الأطفال بالصبت كده المفترض هذا لكن ده مش موجود للأسف حتى أماكن هذه المسارح الآن مثلا في العاصمة في القاهرة أعتقد أنه من الصعب جدا حتى الوصول إليها من الزحمة ما هو لأن إحنا ما بنفكرش نقدم المصرح للناس إحنا بنقدم المصرح لنفسنا وبنخلي الناس هما اللي يجلنا لا إحنا اللي نروح للناس هقولك حاجة طيب دميات مثلا كبسال دميات فيها ما فيهاش مصرح مدينة دميات بحالها ما فيهاش مصرح والمصرح الوحيد اللي كان فيها مجلس اللي هو بتاع مجلس البدينة مهدوم هدم يعني محافظة كبيرة ليس بها مصرح واحد ليس بها هذا المصرح وكثير من المحافظات برضو رسل بر رسل بر كان فيها مصرح اسمه 6 أكتوبر مش موجود اتهدم يعني هناك الآن محافظات وإحنا الحقيقة بنؤكد على هذا الوضع طبعا أنه ليس بها دور سينما وليس بها دور مصرح مدر السينما مثلا وبالتالي يعني كيف لنا أن نتوجه إلى الناس بأي طريقة مفيش دور سينما ودور مصرح وده الحقيقة ده شيء مهم جدا للأسف الشديد ده مش موجود يعني أنا فاكر أنه دوميات فيها كم من ثلاث سينما سينما لبان سينما دوميات سينما أمير مش موجودين دلوقتي حاليا المسارح مفيش مصرح حتى أصل الثقافة اللي كان فيه مصرح مهدوم يعني بنوجه بمنتهى يعني الأهمية لهذا الموضوع أنه لابد لمحافظات مصر أن يكون بها سينما ودور مصرح هل تكفي تجارب الثقافة الجماهيرية وأماكن الثقافة الجماهيرية في أن تحل محل السينما والمصرح الثقافة الجماهيرية لها دور مهم جدا إحنا عندنا مشروع اسمه حياة كريمة معناها إعادة نظر في بناء مجتمع كامل يصل إلى 55% من المجتمع المصري الثقافة لازم يكون لها دور في هذا الموضوع صحيح مين اللي إيدوا في هذا الموضوع الثقافة الجماهيرية كمصرح وكسينما وفنون شعبية وفنون تشكيلية يعني جميع الفنون موجودة في أسر الثقافة وموجودة في الهيئة العامة لقصر الثقافة وأنا بأحملها مسئولية هذا الدور لا بد أن تقوم بدورها في مشروع حياة كريمة لأن ده مشروع قومي لا بد أن يكون لها وجود في هذا المشروع لكن إلى جانب قصور الثقافة أعتقد أننا كلنا نتمنى أن تنتشر دور المصرح والسينما على كافة المحافظات نظبوط مؤكد يعني طبعاً طبعاً أنا أقول أن الهيئة العامة لقصور الثقافة باعتبرها متواجدة في هذه الأماكن موجودة في القرى يعني في القرى فيها البيوت اسمها بيوت الثقافة وفي المدن فيها أسور الثقافة وفي العواصم فيها أسور الثقافة وفيها الفرق القومية طب حضرت برده قلت شيء في فترة تولية المصرح يعني فموجود فرق قومية وفيها فرق قصور وفيها فرق نوادي وفيها فنون تشكيلية وفيها فرق موسيقى وفيها فنون شعبية يعني كافة الفنون موجودة فيها ده جانب الجانب الثاني وزارة الشباب برضو بتقوم بدور مهم جداً وعلى فكرة عاملة مشروع مهم جداً أنا باحترمه تماماً اللي هو مشروع إبداع دي بتعمله في الجامعات إلى جانب أيضاً اللي هي موجودة تابعة لوزارة الشباب دي برضو بتقوم دور مهم جداً في نشر الثقافة البصرحية بالذات كمان وبيعمله فيه مسابقات ومسابقات سنوية ودائمة وفيها جوائز فده دور مهم جداً بتقوم به وزارة الشباب وبتقوم به الهيئة العامة لخصور الثقافة فيه عندنا كمان التربية والتعليم لابد أن تهتم بوجود مصرح في كل مدرسة يعني هل لسه في مدرسنا مسارح؟ لا مش موجود مش موجود أنا احنا هنقول إيه أنا ما بطالبش إنهم يعملوا مسرح أنا بطالبهم يعملوا مسرح مش يعملوا مش يبنوا مسرح يعني يعرضوا عروض مصرحية في المكان المتاح طب حريكوا يعني موضوع الساحات ده أنا عايزة أقف عنده برضو لأنه يعني له قيمته حضرتك قلت أن فيه حاجة اسمها فراغات مصرحية أو أماكن لتقديم المصرحيات ليس من الواجب ومن المهم جداً أن يبقى هناك مصرح بالمعنى التقليدي مش مهم لكن ممكن في أي مكان تقام يعني بعض الاستعدادات فلتكن مصرح في الهواء الطلق في الأرياف في الشارع في أماكن كثيرة يعني المفكر المصرحي الكبير بيتر بروك يقول إيه أنا يكفي أنه فضاء مصرحي يمر فيه شخص ويتحدث مع شخص آخر يكفي هذا مصرح يكفيني هذا المصرح لأن المسألة مسألة رؤية ومشاهدة لحركة مصرحية بين أفراد وفيه ناس بتتجادل وتتناشق وتتناقش وتتحاور يبقى عملنا مصرح في إيه المنع يبقى فيه موجود في الفناءات في الأحواش في الفراغات في أي مكان في الأجران وكان فيه مشروع اسمه مصرح الجر أيو في الثقافة الجمهرية يعاد النظر فيه تاني وينتشر في أماكن أنا لمكنت متولي مسؤولية المصرح عملت حاجة اسمها المصرح المفتوح مسرح المفتوح يعني تعمله في أي مكان في قرية فتعمل في هويس يتعمل في جر يتعمل في ساحة يتعمل في أي مكان في ملعب ملعب كورة يعني في أي مكان فيه فضاء اعمل مسرح وأنا فاكر وإحنا صغيرين كانت السقافة الجمهرية بتقرد مسرح تجيب القافلة على فترة فيه قوافل موجودة في السقافة الجمهرية قوافل عربيات فيها مسرح تتحرك بها وممكن زمان برضو كنت أنا شاهدت شخصيا وأنا في مدينة دبياط وأنا عمري في السنوات الأولى شفت السينما كانت في الساحة بيعرضوها مقدم الجمهور فده كان موجود فمعقول وإحنا في هذا الزمن والتكنولوجيا المتقدمة لكل ذلك يتراجع يعني مسرح القطاع الخاص مثلا كانت هناك فرق كثيرة جدا زمان بأسماء يعني مسرح فؤاد المهندس نجيب الرحاني مسرح مدبولي جلال الشرقاوي إلى آخره يعني فين ده دلوقتي طبعا المسرح المسرح القطاع الخاص هو اللي تحمل المسؤولية كلها قبل ما تيجي الدولة وتتدخل كلام ده من أيام يعقوب صنوه وفي العشرينات وفي الدلاتينات وفي الأربعينات لغاية ما اتعامل المسرح القومي وتعاملت الفرقة القومية وده اللي أدى في النهاية إلى إد يكون فيه مسرح للدولة لكن ده لم يمنع أن الفرقة الخاصة تشتغل ومن ضمنها الفرقة اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي أنا شخصيا شاركت فيه بعض هذه المسارح الخاصة قدمت مثلا مع جلال الشرقاوي مصرحيتين مصرحية اسمها الملين باربعة ومصرحية اسمها بحبك يا مجرم المصرحية الملين باربعة دي مأخوزة عن الموالد الشعبية وخصوصا عندنا في دوميات مولد أبو المعاطي المولد ده نستلهمت منه اللعبة المصرحية بتاعت شركة توظيف الأموال واحد نصب نصب على الناس بلعبة الثلاث ورقات وعمل شركات ودي جلال الشرقاوي عملها كان بطولة نور الشريف نورة محمود الجندي حمد أبو العنين ليلى فهمي دي تجربة برضو من تجارب مواجهة الإرهاب والتطرف ومهمة جدا مهمة جدا لكن دلوقتي مفيش ولا محدش بيقدم ده رغم أن أنا عنده عشر مصرحيات وبقول لهم خدوا لعشر مصرحيات يعملوها محدش بيعمل ده فإحنا بنقول المصرح العام أو مصرح الدولة لابد أن يكون لها ودور مهم جدا في تقديم الأعمال ذات القيمة وذات الرسالة وذات الوعي يعني على سبيل المثال المصرح المصرحيات الموسيقية وكان عندنا زمان مصرح موسيقي لم تعد موجودة نحن عندنا أشهر المصرحيات التي تعملت في العشرينات والتلاتينات كانت عن أبراط عالمية يعني مونيرا المهدية قدمت كارمن ودي أبرة وقدمت تاييس وقدمت روزينا وكارمانينا قدمت كل ده كل دي كانت مصرحيات كانت أبراط وتحولت لمصرحيات غنائية وسيد درويش ودور مهم جدا في المصرحيات الغنائية من أجمل ما يمكن معنا المصرحيات غنائية ده دور المصرحيات الغنائية حتى المصرحيات اللي هي عن أفلام مثلا أجنبية أو عن نصر مسرحي أجنبي وتم تمصرها كتير كانت جميلة جدا آه طبعا طبعا إحنا مش محتاجين إحنا نعمل نمصر دلوقتي أنا خلاص إحنا عندنا مؤلفين موجودين حاليا في مؤلفين يقدروا يقدموا مسرحيات غنائية ومصرحيات درامية ومصرحيات كوميدية مسرح الأطفال مثلا وعندنا المصرح الأطفال وعلى فكرة فيه الأخ العزيز محمد عبد الحافظ بيعمل دور مهم جدا في مسرح الأطفال تمنى أن يكون هناك هذه الرؤية وإيه المانع نحن عندنا مثقفين موجودين وعندنا رؤى موجودة عند كثير من الناس أنا شخصان كتبت كتير في مجلة المصرح وكتبت في بعض الأعمال وقلت رؤيتي اللي ممكن واقتراحاتي يعني أنا قلت اقتراحات كتير جدا في هذه المسألة تأخذ هذه الاقتراحات آخرها كان فيه اقتراح كتبته على الفيسبوك أنه يبقى فيه لجنة تشوف السلبيات وتشوف الإيجابيات وتشوف رؤية تحط رؤية لهذا المستقبل يعني فيه أصدقاء لنا حتى من ضميات يعني فيه لنا صديق كتب وناقد معروف اللي هو أحمد عبد الرازي أبو العلا ده ناقد دمياتي وكتب رؤية عن المصرح وفيه ناقد تاني ناصر العزبي كتب رؤية عن المصرح وفيه عندنا الدكتورة وفاء كماله وده دمياتية برنا وكتبت رؤية عن المصرح هل هذه الدراسات كلها مثلا بتتقدم لجهة الماء على سبيل المجلس الأعلى للثقافة ولجنة المصرح المفروض أن لجنة المصرح تأخذ هذه الأوراق وتدرسها ده درها الحقيقة ده درها طيب مع الناس تعمل إيه أكتر بك كده أنا عندش هنروح نلف على البيوت وعلى الأماكن ونقول لهم خدوا الرؤية طب ما احنا بنقول لكم الرؤية هي موجودة موجودة في الصحف في المجلات في الفيسبوك في التواصل الاجتماعي موجود في رؤية كثيرة جدا موجودة في دميات يعني أنا اتكلمت برضو عن قضية مثلا المصرح في دميات وكتبت ولا المحافظة ردت علي ولا حد منهم ولا مسؤول قال لي انت فين وما يسري على دميات ممكن يسري على على كل المحافظات على كل محافظات مصر طبعا يعني دي رغم ما كتبت وقلت هذا الكلام لكن محدش رد علي ولا حد يتكلم يعني حركة الحياة بتوجه نظرنا كلنا حاليا إلى حال المصرح في مصر وحال الكتابة المصرحية والنصوص المصرحية والتأليف المصرحي والإخراج المصرحي وحتى عدد الشباب الجدد الذين يقومون بالتمثيل في المصرح على فكرة والموسيقى للمصرح يعني المصرح الحقيقة شيء شامل جدا جدا لكثير من الفنون نحن عندنا في علم الإدارة يقول لك توظيف الموارد أي كيفية توظيف الموارد أنت عندك موارد عندك عشر قرش هتقدر تشتغل بيهم عندك عشرين اشتغل بيهم عندك تلاتين اشتغل بيهم أقل أكتر اشتغل بيهم ما بنقول لش توقف علشان يقول لك لأ أنا عايز أعمل إبهار لأ يا سيني ما تعملش إبهار مش عايزين الإبهار ده يعني حدريك الحقيقة في نهاية هذه الحلقة بنشكر حدريك جدا أستاذ عبو العلا السلموني يعني وضعت يدك على حكتين في منتهى الأهمية أولا الإرادة نحن نريد ثم الإدارة الإدارة لما نريده بالضبط شكرا جزيلا نعفر الله يخليك في الختام أشكر ضيفي الكبير الكاتب المصرحي الأستاذ محمد عبو العلا السلموني ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر موسيقى